في الوقت الذي تحارب فيه حكومة الاحتلال المنهاج الفلسطينية بالدعاء أنه يحرض على العنف بدى واضحا التحرض والتطرف في المناهج التعليمية الحريدية في إسرائيل من خلال منهاج المدنيات والذي يدرس في المدارس فوق الابتدائية ويحرض على العنف والتهجير الفلسطينيين الكتاب بعنوان كمواطن جديد يعزز النزعات القومية العنصرية بمصادقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل رسمي بوساطة تربية وتعليم الاحتلال ومن المقولات التي وردت في الكتاب أن المبادئ الأساسية للدولة يجب أن تستند إلى دستور إلهي أبدي لا يمكن تغييره وأن اليهود فقط ملكية أبدية على أرض إسرائيل التي هي أرض فلسطين أصلا حيث يعتبر الكتاب أن الدستور يستند إلى مقولات من أساطير التورى التي تزعم أنه لا حق لغير اليهود بفلسطين التاريخية كلها وأنه بالإمكان ترض غير اليهود من أرض إسرائيل المزعومة فيما يتطرق الكتاب إلى الفترة الحالية بتعزيز فكرة التهجير معتبرتنا أنه ينبغي أسماح للسكان من أسماهم غير اليهود بالاختيار بين إذا كانوا معنيين بالبقاء كرعاية أجانب وأتقبل القيود السلوكية التي تمليها التوراة عليهم أو أن يغادر فلسطين وأمام هذه العنصرية والتحريض العلني في المدارس الدينية خاصة يتهم الاحتلال وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأنها لم تراعي معايير السامية والسلام والتسامح في مضمون المناهج الفلسطينية وبهذا يبدو جاليا تشكل نواة لصناعة الأفكار والاتجاهات العنصرية المتطرفة لمجتمع إنزاح نحو اليمين الفاشي وبات يقوده أبناء هذه المدارس الدينية هذه الشوامر تلفزيون فلسطين